لعل هذا حقيقة نجرني إلى سؤال آخر حول هذا المعنى أن اليوم اجتمعت هذه الفضائل يوم الجمعة ويوم عرفة يعني خير يوم طلعت عليه الشمس لا يتكرر هذا كل العام كيف يكون للمسلم وللحاج وغير الحاج من المسلمين اغتنام هذه الأيام وهذا اليوم تحديدا هو الأصل أن المسلم يعني كما قلت يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى ميز بعض الأماكن عن غيرها الفضيلة في الصلاة في مسجد الحرام ليس لها نظير ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك الأيام المباركة أيام رمضان أيام العشر ومن ذلك طبعا يوم عرفة يوم الاثنين ويوم الخميس يعني هذه الفضائل ينبغي للمسلم أن ينتهزها وهي تختلف حتى في درجات الفضل وطبعا ما يتعلق بيوم عرفة بالذات والعشر ذو الحجة يعني ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها لأنهم بهذا يرتبطون بالله مباشرة ويتذكرون ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم ما قام به من خدم الإسلام حتى لو ننظر حضرة في مكة أو في المدينة ينتهز الفضل العظيم في المكانين إن كان في غيرهما ينتهز أيام الخميس والاثنين ينتهز عشر ذو الحجة وطبعا بما فيها يوم عرفة ينتهز أيضا رمضان يحرص على استغلال المناسبات فيما يقربه إلى ربه فيما يخفف عليهم من الذنوب والمعاصي لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله وكما شرع الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمة معنى هذا أن الحجاج الآن سيبدأون حياة جديدة تختلف عن حياتهم السابقة الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فعلى المسلم أن ينتهز الفرصة التي تتاح له إذا كان حاجا وإذا كان غير حاج ينتهز المناسبات التي استفيد منها في حياته لأن هذه الدنيا منتهية مهما بقي الإنسان ومهما طال عمره سيخرج من هذه الدنيا إلى غيرها ولذلك لا بد أن يعد الإنسان لما بعد الموت وهذه هي الميزة التي تميز الإسلام عن غيره من أتباع الأديان أو من الثقافات الأخرى